وحاجة جميلة كده الزكاء الاصطناعي ممكن يوصلنا لحد فيه يعني يقولك احنا قرينا كتير عن كيلوباترا مثلا قرينا كتير عن توت عن خاامون عن موسيقيين وروائيين عالميين بس ملحقناش نصوره ففي فنان هولندي عمل حاجة جميلة قوي عمل يعني هسميها برنامج على الكمبيوتر وراح جايب شخصية مثلا زي كيلوباترا مثلا واعرضوا صورتها شباب وراح مدخل كل البيانات والمعلومات اللي مكتوبة عن كيلوباترا وراح مدي أوردر لهذا البرنامج يطلع لنا صورة كيلوباترا اعرضوه على الشاشة هنا فابتلت تظهر الصور ده مثلا وجه كيلوباترا زي ما تخيله الفنان الهولندي واتحط فيه داتة كتيرة مكتوبة ومعلومات وتفاصيل وسنتمتر للشخصية اللي احنا عايزين ناخد صورتها دي كده كلوباترا غيره دي سيدة اسمها من بورترهات الفيوم ده الاسم بتاعها ده موتسارت الموسيقي العالمي ده برضو الكمبيوتر طلع هذه الصورة ده رجل من بورترهات الفيوم بس بعدها هتشوف بسلا الملكة تي الفرعونية مثلا شوف ده تكسيد كمبيوتر رايز صورة ألوان قدامك كأن هي راحت اطلقت صورة بموبايل آيفون كده واتخد ونزل عندنا برضو هتلاقي صور بعد كده لبورترهات الفيوم بس تعال شوف بسلا صورة أخناتون اهي أخناتون لا ارجع هات اللي بعديها ايوة ده كده اخناتون شافت صورة ده صورة الفنان الولاند بيقولك دي أقرب النسبة يعني من الواقع والحقيقة مثلا تعال نشوف صورة مثلا موناليزا لو تجسدت في صورة شخصية كده تعال نشوف بعديها ده توت عنك أمون ده توت عنك أمون تخيل الملك الفرعوني الشاب اللي مات مقتول بضربه على رأسه واللي المتحف الكبير حيضم كل مختنياته يعني بعديها دي نفرتيتي يعني حبينا نقول لكم الزكاء الاصطناعي ممكن يودينا لحد فيه ده ولسه ده ولسه مش عارفين رايحين فين بعد كده اشتركوا في القناة